السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتبهنا تكونوا كم بخير وعلا خير جيتكم اليوم بوصفة جديدة واللي هي القوارب التركية فطائر بعجينة خفيفة ريشة وبزاف سهلة بالحجم العائلي يعني مش رح تاخدوا وقت طويل وانتم تحضروا فيهم وما تنزوش اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة تفضلوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس بش يوصلكم كل جديد ونبدأوا في الوصفة عندي رح نخلطوا كل شمع بعضها عندي خمسمائة جرام فارينة مغرف كبيرة سكر ومغرف كبيرة خميرة الخبز اربع ملاق والسر يعني في البنة والقرمشة هي الزيت الزيتون درت فيهم اربع ملاق زيت زيتون مع العجينة وراح نخلطوا المكونات نزيدوا حبة يعني 100 جرام 100 جرام وراح نخلطوا كل شمع بعضو نخلطوا هدو المكونات وراح نضيفوا الملح يعني ربع ملعقة كبيرة ونخلط بالملعقة وراح نضيف الماء الماء بين 150 مليلتر حتى 200 مليلتر راح نزيد نحط الماء الماء يكون دافي طبعا راح نحط الماء ونشوف يعني حتى توصل العجينة للقوام اللي نحاوس عليه هو هو انه تكون العجينة يعني تريد تتلسق شوية مع العجن راح تحكم راح نضيفوا الماء يعني انا استهلكتلي تقريبا 200 مليلتر ناقصة شوية يعني احزاب لافاغين اللي كاينة لافاغين اللي تشرب الماء بزف وكاينة اللي تكون ما تشرب شمليح نضيفوا بعدها نستعمل يدي ونعجنوها حتى تحكم راحا ما تبقش تتلسق يعني نحصلوا على عجينة ملصة نعجنوها حوالي 10 دقايق ونخليوها نغطيوها حتى يضاعف حجمها يعني ربع ساعة حتى العشرين دقيقة يضاعف حجمها ورح نخدمو بيها ومن جيها حضرت الحشو عندي فيونداشي كمية من لحم المفروم قليته مع شوية زيت زلتو شوية بصل على نار هادية حتى تقلات هديك البصل مع الفيونداشي وتقدروا طبعا كما العادات تغيروا في الحشو يعني اذا ما عندكم شو لحم المفروم تقدروا استعملوا تجاج ولا وش عندكم يعني اختياري قدرت له شوية ملح شوية راس الحانوت ما مليزي بيست حطووش حبيتونا ديما نحب نحط راس الحانوت وإلا كمون ونخليو حتى تتجمل هديك البحيونداشي طيب نحيها من على النار ونخليها تبرد دايما الحشو اي يعني مملحات لازم نخلي وهي برد وعندي خضار يعني عندي فلفل مقطعة فلفل اخضر فلفل الوان عندي هادا الورانج عندي شوية ماية شوية زيتون اسود وهاي لكم العجينة بعد ما ضاعف حجمها اختامرت يعني اختامرت مليح راح نقسمها الى اربع كوريات يعني انا خدمتهم بالحجم العائلي ما اخدوليش وقت بزاف وقت طويل اه درت اه تلاق اربع كوريات ورح نفتحها مباشرتان على اه ورقة طهي باش تجيني سهلة العملية باش نحطهم في البلاتولي يدخل للفور نفتحها كيما هكذا بشكل طولي نحاولوا انه نرقوا شوية العجين يعني ما نرقوهاش بزاف يعني ولي حب المقادير مكتوبة نحخلي هونكم في صندوق الوصف تقدروا ديروهم صغار يعني العجيناتاكم تقسموها على تمانية راح يجيوكم تمانية قرصات وبعد ما فتحتهم راح نحط لهم الحشو وقبل ما نحط الحشو راح ندهنهم بشوية زيت الزيتون تقدرو تستعملوا مام الزيت العادي بس حبنتهم يعني في زيت الزيتون مام تمدلهم واحد القرمشة في الحواف الاطراف متاحها ورح نحطوا مام زيت زيتون راح يساعدكم بش تديرو هاد الفخوماج يعني اي فخوماج قابل للدهن انا عندي هاد الفخوماج جايب يدوق الشيدار ورح نحط الحشو نحط شوية شوية في عند اشي مش راح نكتر في هادو لاني راح نحط فيهم البيض ونحاول اني نخدم الاطراف انتحا بهذا الشكل يعني نرفعها ورح كما هكدا نلمهم في الاطراف وتجي على شكل قارب دي باكات وتقدروا انتم اتغيروا الحشو ونخدم الحبة الثانية نرفع هادو الاطراف بهذا الشكل يعني تقدروا مام تديروا الحشو اه يعني دجا لنا حطت الفخوماج تقدروا تديروا الحشو الفخوماج غير في الاطراف هادو هنضرتو من الداخل ما انيش راح ندير في الاطراف ونحاولو اني نسوي بهذا الشكل وراح نضيف انا حندير لهم هادو البيض دير حبة بيت في الوسط وقبل ما نحط البيض حطيت الزيت بلو بابيي كويسون الفتائر حطيتم في البلاتو باش مايسيحليش هاداك البيض وعندي خوضار عندي شوية فلفل حلو بالالوان عندي شوية طماطيش مايس زيتون اسود يعني انتو ش عندكم يعني هي منها زينة منها جيبة هي يعني الالوان احي يمدوا منظر جميل وراح يمدوا بالنا انا نحاب نحاب الفلفل حلو في البيضا في المملحات ونضيف لها من فوق شوية فخوماج غابي وراح ندهن الحواف بتاع الفتائر بزيت الزيت ونرح يمدوا لها يصدقوني واحد القرمشاني افضل لما انكم بتدهنوها بالبيض بدولها واحد الخفة واحد القرمشة رائعية وندخلوهم مباشرة للفور اللي كنت سخنتوا من قبل نشعلو لهم ملتحت اذا الفور تعكم يشعل ملتحت وملفوق يطيبوا ملتحتها ويتحمروا هادوك الحواف يدوب الفخوماج يعني فتائر ولا اسهل ولا اروع وخدمت الخبسين التانيين قدرت فيهم كل فيوند عشي والخضراء مدرت لهمش البيض نرفع الحواف بهذا الشكل يعني طريقة رائعة من بخيزون تابل تقدروا تحضرهم لضيوفكم فتائر من اروع ما يكون العجينة خفيفة ريشة يعني ما يخدوش وقت طويل كي ما شفتون شكلهم بهذا الشكل حطت لها الخضراء وش عندي يعني وحاوليكم شكل الفضاء بتاعي بعد ما حضروا الحواف متحمرين مقرمشين من الطرف يعني احسن من انكم اديروا البيض الريحة والبنة يعني صدقوني لا تقاوم تقدروا زينوا الحواف بجلجلان وإلا سنجدنا حبيتهم هاكده يعني سامبل ما رح نقسم لكم حبة تشوفوها يعني عجينة خفيفة خفيفة طيب هاداك البيضة يعني انا نحبوه ما يكونش طيب بزاف ولكن طيب بزاف ده بها داك الخماج مع ريحة على الخضراء ما نحكي لكمش يعني منظر يشهي يشاهدكم في الجنة ان شاء الله نحن نفتح لكم حبة تشوفوها يعني حبة كبيرة تقطع بزاف يعني تقدروا تديروا حبة كبيرة كما هكدعوا ليو تديروا حبات صغار وطولوا معهم وانتم ما تخدموا بالحبة بالحبة آآ كما هكتب هادا الطريقة يعني حجم عائلي خرجتنا يعني آآ عجينة خفيفة خفيفة البنة مع الفخماج مع الخضراء الفيونده شي يعني اروع ما يكون نتمنى نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتنجعوا فيها لانها وصفة سهلة ماشي مع قضاء كامل والمقادير مكتوبة حتلقوها في صندوق الوصف وما تنساوش لأول مرة يزور القناة نتمنى يتفضل يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد لايك لفيديو اذا عجبتكم الوصفة وبرتجوها مع صحابكم وحبكم في مواقع التواصل الاجتماعي وإلى لقاء لفيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة